معنا حمد من الإمارات أهلا وسهلا فيك أخ حمد انت معانا على الهوى مساء النور وقسيس نزار أهلا وسهلا شرونك الحمد لله حب أمسي عليكم وعلى ضيفك الكريم أهلا بك الربي باركك الربي باركك طبعا أنا عندي بس مداخلة اللي حاب أعرف شلون برهم أن السيد المسيح موجود قبل أن يخلق يعني قبل أن يخلق لا هو أوكي أفهمت أنا سؤالك بس راح نوضحه طبعا أي أنا ما عندي يعني خلفيه عن المصطلح بس وهل هناك دلائل يعني من العهد القديم توازي هاي العقيدة في الإنجيل؟ سؤال كتير كتير حلو معرفش إذا أنت شاهدت الحلقة أخ حمد من البداية الأخ يوسف شرح عن بعض الآيات في العهد القديم التي تؤكد وجود يسوع المسيح قبل ولادته في بيت لحم وذكر من سفر ميخة صحاح 5 آية 2 الذي ما خارجه منذ القديم منذ أيام يعني أنا دارس لغة عبرية فهي تتكلم عن المسيح الأزلي وأيضا ولادة المسيح العضراوي أنه يدعى اسمه عمانئيل أي الله معنا وأيضا إلها قديرا وهكذا وذكر بعض الآيات لكن يعني برضو إذا بتحب كمان يعني تأكد أنه موجود قبل أنه قال يخلق نحن نؤمن أنه المسيح مولود غير مخلوق يعني دي مهمة أوي يا أخ نصار وكويس أن الأخ العزيز حمد يخلي باله أنه لم يرد في الكتاب المقدس كله من التكوين إلى الرؤية العهد القديم الجديد أن المسيح خلق حاشا المسيح هو الخالق وخالق إيه؟ الكل به وله قد خلق الكل أحيانا بيستخد مكلمة بكر كل خليقة بكر كل خليقة بكر ليس الأول زمنا لكن الأول ردبة عندما دخل المسيح إلى العالم المخلوق كان هو بكر كل خليقة وعشان كده تيجي الآية اللي بعدها حرف الفاء اللي بيسموها فاء السببية فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق ودي في منطقة قوة يعني هو الخالق وتخلقها لنفسه لمجده الكل به وله قد خلق